اشتركوا في القناة بفقدان قائد فريقه قبل مواجهة الولادة الرياضي غدان في دهاب دولي ابطال افريقيا عملاق الدولي الايطالي يتقدم بعرض رسمي لنجم المنتخب المغربي حاكم زياشة ويدخل في مفاوضات جدة مع وكيل اعمالها رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة يحسن في مستقبل عميد وحيث الفريق الاخضر انازنيشي مع الفريق مدرب المنتخب المغربي وليد الرجرقية يعين عن تغييرات في برنامج موعد صفر المنتخب المغربي لجنوب افريقيا لهذا السبب تأهل فريق باري الايطالي الى نهائي الدول الفاصل من تصفية المؤهل السعود للدول الايطالي الدرجة الاولى على حساب فريق سورتشيرولا وضمن الدول المغربي وليد شديراء بطقة العبور الى نهائي رفقة فريقه باري الايطالي يقبى فوزي على سورتشيرولا مساء امس الجمعة في نصف نهائي الملحق المؤهل السرياء ايابا بواحد الصفر والخسارة ذهبا بهدف دون رد واستفاد باري من قاعدة لوائح الملحق الدول الايطالي والتي تنص على ان الفارق الاعلى في ترتيب يتأهل مباشرة في حال نهاية المباراة بالتعادل بين الطرفين وبعد نهاية المباراة سيلتحق مباشرة وليشديراء بالمعسكر المتخب الوطني المغربي بالمعمورة الرباطة استدادا لمواجهة الرأس الاخضر والديانة بمركب محمد الخامس بالرباطة افادت تقارير الصحفية المصرية ان محمد شناوي حارس نادي الاهل المصري سيغيب عن مواجهة نادي الويداد الريالي المغربي لحساب دهاب نهائي دور ابطار افريقيا وحسب موقع في القول المصري فان شناوي سيغيب عن مباراة الدهاب مقابل توجد الحامل عريقين النادي الثاني علي لطفي مبرزا ان ابعاد الحايس الاول للفريق جاء بعد اجتماع مدرب مارسي الكولور بالمدير الفني والجهاز الطبي وكشفت المصادر ذاتها ان الحارس عريقين لطفي سيتوجد في القائمة المستدعات للمباراة التي ستلعب على ملعب القاهرة الدولي بعد غدا الاحادة على الساعة السابعة بتوقع تغريليتشا يواصل فريق ميلال ايطالي محاولته من اجل حسم صفقة الدولي المغربي حكيم زياشة المحترفة في صفوف نادي تشيسي الاجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ووفقا للتقارير الصحفي الايطالية فان المغربي حكيم زياشة يتصدر قائمة تاقودات ايسي ميلان في المركات الصيف المقبلة واكدت تقارير على ان المسؤولي نادي من الايطالية اعقدوا اجتماعا عبر الانترنت مع وكيل اعمال نجم المنتخب المغربي حكيم زياشة وجاءت نتيجة ايجابية ويسر نجم المنتخب الوطايا المغربي على تغيير الاجواء في الموسم المقبلة والانتقال الى فارق يضمن له المشاركة بشكل اكبر عكس ما عاشه في الفارق الانجليزي حيث يضل جليز دكت الاحتياط في عديد من المباريات ويسح حكيم زياشة الذي تألق مع وصود اطلس في المنظر قطر 2022 لكسب مزيد من التنافس مع الفارق الاخر واكدت تقايا الصحفي الانجليزية في الوقت سابق ان مجموعة من الاندية تتنافسوا على ضمن نجم المنتخب المغربي حكيم زياشة ويتعلق الامر بكل من بايسان جرمان الفرنسية وتولاتي الايطالي نابولي وميلان وروما بالاضافة الى كبار الاندية التركية باشكتاشة وفنربخشة وايكس امستردام الهولندي وتشترط ادارة نادي تشيسي الانجليزي الحصول على مبلغ 25 مليون اورو لبيع النجم المغربي حكيم زياشة صاحب 29 عاما في الميركاتو الصيف المقبل لا يزال مستقبل انزنيتي الحائس الاول لمرمى نادي الرجاء الريادي لكورة القدم غمضا مع الفارق الاخضار حيث لم يجدد عقده مع الفارق الى حدود اللحظة وعلمت المصادر الموثوقة ان رئيس الحالي للرجاء الريادي محمد بوضريقة سيحدد موعدا لمجالسة الحارس انزنيتي من اجل مناقشة تمديد مقامه في الرجاء لموسمين اضافيين ويعتبر انزنيتي ابن مدرسة المغرب الفاسي والذي تلقبه الجماهي الريادة بالحارس العنكبوت او سبايدرمان احد اكثر اللاعبين المغرب تتويجا محليا وقريا واحد اكثر اللاعبين في تاريخ نادي الرجاء الريادي خوضا للمباريات اذ انه تجاوز عتبت 300 مباراة مع القلع الخضراء وسهم في تتويج الفارق ب6 القاب ويدكر ان عقد الذي يربط انزنيتي بنادي الرجاء الريادي يمتد لغاية نهاية الموسم الكراوي الجارية اعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة عن تعديلات على برنامج مجموعة سفر المنتخب الوطني المغربي الى جونسبورغا لمواجهة منتخب جنوب افريقيا في السابق عشر جاري بملعب سكر السيتية وضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم افريقيا بالكودي بوارة 2023 حيث تقارر تأجيل السفر بعدت المنتخب الوطني المغربي الى 15 يونيو الجاري حيث يفضل وليد الرجراجي استقرار التدريب في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في ضحايا السلة اذا تتوفر جميع المرافق اللازمة للتحضير الجيد لهذه المباراة وقبل سفرهم الى جونسبورغا سيخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة اعدادية مع المنتخب الرأس الاخضار في 12 يونيو بملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباطة وسيتم السفر الى جونسبورغا عبر الطائر الخاصة تابعة للخطوط الجوية الملكية الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية وبعد الحصول على تأخيص من السلطات الجنوب الافريقيا للدخول الى البلاد المباشرة وتجنب الهبوط في مطار البلدان المجاورة وافضت المصادر المطلعة ان وليد الرجراجي سينظم ثلاث حصص تدريبية قبل مواجهة منتخب جنوب افريقيا حيث ستجرى اثنان في مركز محمد السادس بالمعمورة وواحدة في ملعب سكورسيتي الذي ستستضيف المباراة ومن المتوقع ان يعقد الناخب الوطني ندو الصحفية بعد التدريب حسب البروتوكول الذي يحدده الاتحاد الدولي لكورة القدم الفيفا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية شكرا على حسن المشاهدة